مرحبا بكم يا جماعة لازم بشتلقوني شدة الغنبوان ويويلو اللي يحرق الفروج يتشد ولا تنفع معي رشوة لعشور ولخموس بعد الإقالات والاستقالات الأخيرة اللي صارت في تونس يبدو إنه الطريق نحو تشليك تشكيل الحكومة مايش بش تكون سهلة وعبد الكريم الزبيدي ما حبتش تتعدلوا بسيل حكاية الإقالة خاصة إنه إنه حسم كلمه ما أحضرش للمجلس الوزيري المخصص للاحديث على الفيضانات على خطر ما استدعوهوش هدخول عليه هرس ولا حاجة يخي ما يمشي كم بالاستدعاف دعم هو ما استدعوهوش ولا هو نسيل غنبو في كل عادة سيز بيدي شعاره نلعب ولا نحرر وزيد قال خليوني سيك تخير ساكي وقلبي عم يشكي ساكي لما بدي ابكي ساكي عيوني العم تحكي ساكي أنا ساكي جد عليكم زبيدي سكتة تدوب تمسوه تس ما حسوه قال مش كرينا ما حذرتش فما باشا قاعدين يغيبو ها جيتو كان علي هنا وسامير الوافي كتب استاتيو على زبيدي وقال له تصرفتك صليانية وانتي خرجت من البيب الصغير بس تستحي غش هايبتاك لا عيبو لا عيبو وقاش تقلل هايبتاك لا عيبو لا عيبو لا عيبو أكثر واحد قاعد يشعلو الفرغوج هالا يميت هو وزير الفلاحة سامير بالطيب رغم اللي هو أكثر وزير بالرسم يخدم الفلاحة على قاعدة صاحة وزيد ما شاء الله السناس طابق يسيها في الزيتون وتمر زعمة هيدا بفضل حنكة سامير بالطيب زعمة يشير فيه ومو كيف ما اللي صار في صبت القمحة وانتي لسا بتسألي انتي بالنسبة ليهي وزيد استفز الناس بتصريحه بعض الفيضانات قال انه اللي صار في قرينا مكنش بنفس الحدة متاع اللي صار في سبتمبر اللي فات لا عشي وهيدا الكل بفضل الإجراءات اللي اتخذها اللي اتخذها هو باش يجنبهم الكارثة ملا كارثة تكلمه هو أكبر ومصيبة مصيبة وفيس اللي تعليدة فائل الأزامي يعرف اسمي ويا رب تنجي لها وفوق من هذا الكل قال لك سامير بالطيب قدم ملف للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يطالب بجراية أرب عملين في الشار وليزان تغنوت ماش بتهمش الحكاية خاصة بعد انجي زيتو ما شاء الله الكبيرة أنا يظهر ليه ظلمتوه من حق ويخذ جيراية جرايا بش يزيد يور قد في عقله نم يا صغيري نم بسلام نم وستصحبك الأحلام قناة الحوار التونسي تقدم سلسلة حلقات حول علاقة النهضة بالمال تفكيك لغز تمويل النهضة والدور المحوري لعائلة الغنوشي هل كانت كل العمليات تتم في إطار القانون والشفافية؟ هل كانت تخلو من الفضائح الأخلاقية والقانونية؟ كيف تتحكم عائلة الغنوشي في القرار داخل النهضة؟ المسألة الديمقراطية داخل حركة النهضة؟ الجزء الأول تجاوزات رفيق بوشليكا؟ أو عندما تمول وزارة الخارجية جلسات خمرية وقفاتين؟ وفي انتظار الشونتاج والتفاهم والتراضي اللي بيشي سير شعار سامي الفادي نوري 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 رفا غوزة مالا قلتولي سمير تبيحبه على أربع مليان جريا؟ عيه خطر هو دي جاى كان يخدم قبل معيه البوست متأو من الحقو من الحقو هي خبه معناه وزير فلاحة وزير فلحة بحك هو؟ يتعب؟ خيه حتى هو وجه وجه خير. قول لها انتي. لا وجه وجه خير. عاوي عاوي عاويه دجاه هو على زيت زيتونه من عشنو صراح. قال. هو قبل قال انا زيت زيتونه مش منع ويدنا. دسك التاريفي دارهم يكلو بزيت الخارو عمسكين. والله والمرهي دي قال للمواطنين جم ميلحق على زيت زيتونه. قال من حق المواطنة تونسين ويلحق على زيت زيتونه. والله يبارك الله فيه. والله يقرح سابك في الخير بابا سابير. الله يقبل ما يخيج من الوزارة يعطي ودبوسة دبوسة والله يقرح سيبه في الخير. يو حد تقول انت يروح بدبوس. لا لا ما كايش الفيلي اللي هو منحقنا زي زيتونا معناه. اي اي. طاوة كي قال هو انا اطمن. والله يلحق. يابي. الله يخليك سي سامير. الله يفضلك. شعلا. وقتش خرج هو. وقتش خرج وسامير. حدك بي. بدون يا نادر امان خمسة يترعش خوي. بي. دونك اذي سي سامير بطيب. وسامي الفهري دونك اه يرد الهجوم على. الله يرد الهجوم. حسب اكلمه. دونك على النهضة يقول انه النهضة هي اللي متغولة وهي في القضاء وهي اللي متمكنة من القضاء في انه تم تحجير السفر عليه. انا ونال حمي يقول حاجة. حتى كنت بيش يقول حاجات بتاتخي صحيحة ولا الله يعلم. عليش انتي تقعد معناها تبارك الله. عليش ما تتكلم كنك تحس روحك تمسيت. يا هل ترى انتي حاجات من نوعي ذي. عليش ما تنورش الرأي العام وانتي كقناة تبارك الله. عليش تستنى لما تصير لك حكاية وتخرج لنا حاجة. يا وفا ما صارتش حكاية الحكاية راهو الحكاية بين السامي الفهري والنهضة. راهو كلاش عنده يمكن نصف شهر ما اللي يبدأ. من اللي يقرأ ارتيكل فيه اتاك ديريكت على مجلة. شكونا تدير في المجلة هذيه. اللي هي سومية الغنوشي بنت راشد الغنوشي. هبطلها ستوري فيه كابتور على الارتيكل اللي هبط. وقالها سومية كانك ما تعرفش علاقة سامي الفهري. بالنهضة امشي اسأل بوك ولا اسأل راجلك. دوسكي الباري سومية ما عملتش في حسابها العلاقات بين النهضة. سامي وإلا النهضة من الول ناوية تنقر سامي وهذيه اللي صار كما نراه الجمعة هذيه انه يمكن فيها عندها يد بالحكاية. والقرار منع السفر اللي هبطت على سامي ومرته والمدير والادارة متاع تكتوز. قالو غلا هو قرر انه يهبط الفيديوهات هذو ما هكيا نجمون فيه متسلسل متاع الحديث. هو بالنسبة لي له النهضة عندها يد في القيعد يصير له طوي على هذيه كما تقوى الدوزة متاع. هو حتى كان اللي تقول فيه صحيح مع انت من سامي. ما اللي يقول فيه سامي خد سامي. انه اي اللي يقول فيه سامي مع انت. يا بنسألة انت يا خطايا. لا لا لا. ناويتك على البلاء راي. لا لا. راي تقال سامي معناها. موش. هي معندش معلومات اسكلنا هذو مندخله. سامي قال. هذي هبطوا سامي في ستوري متاعه مارك فيه سومية بنت راشد غنوشي. مغير ما تفسر لها برا هزك ساكو كمش يبحثم بعض. مغير ما تطلق لها. الله فك على نيوي. هزي بحثمش يبحثم بعض على التصريحات اللي قلتهم. ليه هنا نستنيه وساشورة هم مزيلت للأحديث بقية. أسفوار البساج اللي هبط منه سامي هكا تيزور. أسفوار مش يتعدى ولا لا. ما قلت لك تواري نوري. لا حسب. يوري بش يوم حسن النيوي ويوري زم حسن النيوي. بو انا نعرف قني التخرى ديما تقول لك هبش نهبط. نهبط مباجي فيق اللحظة تعذر علينا. كي سيد المفتي. حسن الحكية كي هكية. حتى ننحس كيكة معنا. تتاوي تصير طولي للعشاء يجيب. يرضى البطالة وما يجمعش الزيتون. حسن هذه المشكلة اللي مواجهها الفلاحة التونسي توا. الفلاحة التونسي شعع الفروج كبير للبطالة التوينسة اللي قاعدين في القهاوي. اللي يمشي لهم يقرق بهم جورنيهم راو مش شوية بين الخمسة وثلاثين واربعين دينار يقرق بهم بش يشمعوا سابة قياسية من الزيتون التونسي. السنين ان شاء الله نستنعوا في سابة قياسية في الزيتون وفي زيت زيتون. الحاجة اللي باهية للفلاحة التونسية للميزانية التونسية للتصدير التونسي حاجة باهية برشة. المشكلة انه الزيتون قاعد على الشجرة متاعه خايفين لا يخمر خايفين لا يفسد خطر توينسة. الشباب بالاخص اللي يعانيهم البطالة اللي نهار وطولهم يحبوا على الخدم يحبوا كذا. ما يرضاوش ما يرضاوش وهمش مش يرضاوه انهم يهبتوا للهناشر وينهم والزيتون. مشكلة كبيرة برشة تواجه الفلاحة التونسية والصابة التونسية. هو ما نزويش الكل في البطالة كمم في البطالة خطر زادة فهمة السابة متعملوا المزال تاريخدة عند بعض الفلاحة وبعض المعاصر. في المعاصر دون كذاك عليش الزيتون قاعدين خافين انو يجمعوه دون كون مشي تحط من بعض وين مشي مشي تم معاصر وكل شيء دون كذي بخبلم كبير برشة. وانتي تحكي على الزيت زيتون وحنا كنا في برنامجة دوسي محمد بهلول كانت ترق وقتا في بلل الأسبوع الفارت ولا اللي قابله ترق الزيت الزيتونة. المشكل في تونس انو يتباع انفراك ما هوش يتباع اه موش يتباع مع اللي قيد. كيف كيف يتباع معانا انت فهم فهمة كونكيرونس كبيرة برشة في المرشة في المرشة البرة. هذيك عليش دونك ديما زي زيتونة احنا كي جينا سابة لعبيت استبشر احنا خافوا احنا خافوا. احنا خافوا. ما لغوز ما ولكن زادة كي ما كنت تحكي انتي برشة دونك البطالة اللي يرضى روحوا في الفلقه هو يمد دي. احنا خدمة سهلة ونستهنوا بها. صعيب جمعانا الزيتون وفيه تكنيك وفيه الكل. اما كمام معتا كي تعرف انتي للموسم هذيه لازمك ملوه تحذر. معتا نحكي عالفلاح كي تعرف ملوه للموسم ممتاعك به وتعرف عندك كذا وعندك كذا. ملوه لحذر الخديمة ممتاعك وحذر شكو مش يجمع الزيتون. خطر الزيتون حاجة اذا ما تجمعتش رهي مش تعدم على الشي جر متاحها معتا تخمم موين مش تخزنه هكا ولا هكا ليزمو يتلمد. ميهون الشي يتلوح معني. انا نسائل علش مثلا الدولة في الاراضي الفلاحية متاحها وكل شي انا علش ما تقسمها مش كل عام مثلا تجي المجموع من شباب. ايا سيدي انتي عندك بارتي هذيه يخوي تجمعها تريقلها تخلص عليها وتنده. علش هكا بجون معتا كان نجم نخد مقداش من واحد. لفيتكو هكا نعطيها بارتي صغيرة يخدمها هوا تلهابها وكذا دون كم مشروع صغير ومن بعد يتبيعوا مثلا الواحد من الفلاحة ولا ياخدوا ديوان الزيت ولا حاجة كيكا. ممن عشان. اسكو فرزاب اللي حكي. حتى الزيادة راو فما تاوى شباب يقول لك بسعتين 30 دينار وانتي زيادة الفلاح. ممن عشان.